خيمة بائسة مصنوعة من أكياس الطحين تبعد نحو 5 كيلومترات عن مركز مدينة الناصرية تعيش فيها عائلة أبو علي أوضاعا مأساوية لم تتوفر فيها أدنى مقاومات العيش عائلة تبحث عن من يمد لهم يد العون ليوفر لهم دارا يعيشون فيها تحت سقف ليقيهم حرارة الشمس وبرد الشتاء والله احنا هنا قاعدين ببيت قواني وما عدنا لا راتب لا شغل لا عمل لا بيت لا غطعة وحتى بالإيجار ما عدنا أمكانية مقابلين الشارع وقاعدين على مد يوم من حصلنا 25 ألف واسبوع عشر تيام ماكو وذيننا 25 ألف أصرف على جهالي به أمكانية بجونية مع للطحين ولا عدنا سيارة ولا عدنا بيت ويوم من حصلنا مقاموش ويوم دع تسعة وسبعون مجمعا سكنيا استثماريا في ذيقار وحدها إلا أن أسعار الوحدات فيها تصل إلى أكثر من 120 مليون دينار كل فتون تفوق قدرة المواطن العراقي ذي الدخل المحدود كما أن أغلب هذه المجمعات لم تكتم البعد مما اضطر هيئة استثمار ذيقار للتدخل وسحب العمل من أكثر من خمسين مشروعا سكنيا دينا تقريبا حوالي في ذيقار 79 مجمع سكني وحيل مرخص تقريبا هناك مشاريع متلكة تم سحب تقريبا ما يقارب خمسين مشروع استثماري وهو متنوع بين تجاري وخدمي وسكني وقسم بها مالية وقسم بها البلدية وساعين في سحب كل فرصة استثمارية متلكة مراقبون اعتبروا أن السبب الرئيسي في استفحال أزمة السكن في ذيقار يعود إلى تركيز المشاريع السكنية الاستثمارية وتوزيع قطع الأراضي في مراكز المدن دون التوسع باتجاه الأطراف والأقضية والنواحية وسط دعوات لإيجاد حلول ناجعة وتوفير مشاريع سكنية واطئة الكلفة أو بنظام التقصيط المريح عسى أن تحتوي التوسع السكاني وتوفير سكن مناسب لجميع المواطنين تتفاقم أزمة السكن في محافظة الذيقار بسبب عدم التوسع يعني كثير اليوم من مدينة الناصرية أو محافظة الذيقار بها هواي أماكن هي مخصصة مثلا أنه نقدر نتوسع بها سكنيا الرخص الاستثمارية اللي جاي تعطى هي تعطى في قلب المدينة وبالتالي أي توسع ما عدنا جاي تزيد من أزمة السكن بدون أن تنفرج هذه الأزمة من ذيقار سعد الركابية قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر